حتى وأن شكلت حكومة السوداني تبقى الخلافات والصراعات السياسية العنوان الأبرز متصدرة المشهد في العراق وهذه المرة يكمن الصراع بين بغداد وأربيل وفي ملفات بعينها أبرزها الموازنة المالية والنفط ومحافظة التأميم كردوسان العراق أعلن أن وفدا كرديا سيبحث في بغداد المطالب الكردية التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي المعروف باسم اتلاف إدارة الدولة في مسعى للوصول إلى حسم ملفات مزمنة تتعلق بالموازنة والنفط وسط التمنع الإطار التنسيقي ورهانه على سمرار الخلافات الكردية الكردية الداخلية بشأن السلطات والصلاحيات فضلا عن السمرار الخلاف بين بغداد وأربيل ما يؤثر على عدم تنفيذ المطالب الكردية وبقاء الخلافات على ما هي عليه التحرك الكردية للسباقية يأتي وسط تأكيد مسؤولين في كردوسان العراق من أن أربيل لا تثق بحكومة السوداني على الرغم من التقارب بين الجانبين في كثير من الملفات وآخرها تمرير الحكومة مؤكدين أن أربيل لا تريد أن توقع أي عقد إلا بالحصول على ضمنات لتنفيذ الاتفاق وتسليمها حصتها كاملة من موازنة العام المقبل ولسيما بعد إشارات إلى أن شروط أربيل لم تلقى قبولا من الإطار التنسيقي الرافض أساسا لمبدأ تنفيذ الاتفاقيات بحجة أن ورقة الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية تعد ملزمة للقوى لا لرئيس الوزراء التابع للإطار مراقبون أكدوا عدم إمكانية تنفيذ ورقة المطالب الكردية التي تضمنها تلاف إدارة الدولة مشيرين إلى أن الإطار التنسيقي وافق على تلك المطالب من أجل تمرير حكومة السوداني وأن الإطار التنسيقي بات المسيطر على البرلمان الحالي في ظل تراجع دور الصدر ما يعني أن بقية القوى من ضمنها الكردية تزداد ضعفا وتفككا ودليل ذلك الخلافات الكردية الكردية التي باتت واضحة وجلية داخل أربيل وخارجها والتي سغلها الإطار التنسيقي للمناورة بشأن المطالب التي يرى الكرد أنها واجبة التنفيذ في السمرار لمسلسل الصراع بعد عام 2003 على الثروات والمناصب والسقطة